موسيقى العدوان الإسرائيلي تواصلوا لليوم المائتين وثلاثة والجماعات الأمريكية تنطفض نصرة للفلسطينيين الجيش الأمريكي يعلن تدمير زورق ومسيرة بمنطقة تسيطر عليها قوات الفوسي عاقب استهداف الأخيرة للسفينة داروين بكين تحذر واشنطن من تدهور العلاقات وبلينكين يبحث مع نظيره الصيني سبل تفادي التصعيد في الشرق الأوسط الثالثة مساء بتوقيت القاهرة ثانية عشر بتوقيت جراناتش نشرة إغبالية مفصلة تأتيكم من التليبيزيون المصري أهلا بحضراتكم تتواصل فعليات البطولة العربية العسكرية للفروسية والتي تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من الرابع والعشرين إلى سابع والعشرين من أبريل بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا وقد أصفرت نتائج منافسات البطولة الدولية للتقاط الأوتاد بالسيف بالنسبة للفرق والتي نظمت على همش البطولة العربية العسكرية للفروسية عن حصول مصر على المركز الأول بنتيجة 131 نقطة والأردن بالمركز الثاني بنتيجة 122.5 نقطة والعراق بالمركز الثالث بنتيجة 122 نقطة فيما أصفرت نتائج فردي السيف عن فوز اللاعب أسامة لواء من العراق بالمركز الأول بنتيجة 42 نقطة وفي المركز الثاني اللاعب أحمد بكر من مصر بالنتيجة 37.5 نقطة وجاء في المركز الثالث اللاعب راني هاملة الخواص من مصر بالنتيجة 36 نقطة ترجمة نانسي قنقر قدمت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية لغريط استقالتها اعتراضا على سياسة واشنطن تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أنها استقالت بعد 18 عاما من الخدمة اعتراضا على سياسة الولايات المتحدة في غزة وسبق أن أعلنت المسؤولة بمكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية استقالتها كما استقال المسؤول بوزارة الخارجية جوشبول في أكتوبر الماضي واستقال المسؤول بوزارة التعليم الأمريكية طارق حب الشأ من منصبه في يناير الماضي للأسباب ذاتها أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن عمليات الإفراج المحدودة التي تمت لمجموعة من المعتقلين الإداريين خلال الفترة الماضية من سجون الاحتلال الإسرائيلي وقابلها حملات اعتقال يومية مستمرة أضف النادي أن أعداد الأسرة والمعتقلين في سجون الاحتلال في تصاعد مستمرة حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين في أبريل الجاري إلى أكثر من 3660 معتقلا إداريا وأكد نادي الأسير أن تاريخ ما بعد 7 أكتوبر وبدء حرب الإبادة في غزة لم يكن بداية عضوان الاحتلال على الأسرة والتصاعد في حملات الاعتقال الإداري بل شكلت كل هذه الجرائم والانتهاكات امتدادا لجرائم ممنهجة ومتواصلة نفذها الاحتلال على مدار عقود طويلة شهدت الجامعة الأمريكية تظاهرات عدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وطالب المتظاهرون بإيقاف الدعم العسكري الذي تقدم الولايات المتحدة لإسرائيل تطورات متصاعدة وأوضاع مشتعلة تشهدها الجامعات الأمريكية بسبب تظاهرات المتزايدة المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث أوقف مئات الأشخاص وتتسع حركة الطلاب الأمريكيين المؤيدين للفلسطينيين من لوس أنجلوس إلى نيويورك مرورا بأوستين وبوستون وشيكاغو وأتلانتا حيث نظمت احتجاجات في عدد من الجامعات المرموقة عالميا كجامعة هارفارد وييل وكولومبيا وبرينستون ويتكرر المشهد منذ أيام في أنحاء مختلفة من البلاد حيث ينصب الطلاب خياما في جامعاتهم تنديدا بالدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل والوضع الإنساني في غزة ثم تعمل شرطة مكافحة الشغب في أحيان كثيرة على إخلائهم بناء على طلب إدارة الجامعة وشهدت جامعة إيميرسون كوليدج في بوستون توقيف أكثر من مئة متظاهر وعلى بعد آلاف الأميال أوقف عناصر أمن يمتطون أحصنة طلابا في جامعة تيكساس في مدينة أوستين هذا وطردت الشرطة طلابا من جامعة إيموري في أطلنطا في جنوب الولايات المتحدة وأقرت الشرطة في بيان بأنها استخدمت مواد كيموية مزعية على المتظاهرين في مواجهة عنف البعض ولم تتوقف التطورات عند هذا الحد بل شهد الحراك الجامعي توسعا فقد أنشئ مخيم جديد في حرم جامعة جورج واشنطن في العاصمة حيث من المقرر تنظيم تظاهرة جديدة هي إذن تحركات كبيرة تنذر بمزيد من التصعيد تأتي في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم وارتكابه لمزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين سياسة غزة تمرت تبلش حاجة أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع وفي بيانها اليومي أشارت السلطات الصحية في غزة إلى ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة مجازر بحق المدنيين في القطاع مما أصفر عن وصول 51 شهيدا و75 مصابا إلى المستشفيات خلال ساعة الأربع والعشرين الأخيرة تزداد معاناة الفلسطينيين مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف اتزمن ذلك مع تحذيرات من انتشار الأمراض والأوبئة في قطاع غزة معاناة أخرى يتكبدها الفلسطينيون مع ارتفاع درجات الحرارة في ظل استمرار العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي على غزة ليعود فصل الصيف مرة أخرى ولكن يعود هذه المرة والقطاع مدمر ويجلس الفلسطينيون في الخيام التي لا تقي من حرارة الشمس نهارا ولا من الحشرات والبعوض والأفاعي ليلا ويزداد الوضع صعوبة في ظل شح المياه النظيفة يأتي ذلك في ظل تحذيرات من انتشار الأوبئة والأمراض في مخيمات النزوح بمحافظات الينوب مع اجتداد موجات الحر الدفاع المدني بغزة طلب منظمة الصحة العالمية بالإصراع في إنقاذ حياة مئات آلاف النازحين الفلسطينيين والتدخل لإيجاد أماكن بديلة عن الخيام الأطفال والنساء الحوامل الأكثر عرضة لخطر الحرارة المرتفعة لذا تزداد الحاجة إلى المياه ورحلة البحث عن المياه لا تتوقف مثلما لا تتوقف رحلات النزوح القسري من الشمال إلى الجنوب والعكس مجددا فالناجون من القصف يعانون من ظروف الحياة القاسية التي فرضتها آلة القتل الإسرائيلية اشتركوا في القناة تتواصل الجهود المصرية المبدولة في إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح البرية حيث تشهد محافظة شمال سيناء استفافة العديد من الشاحنات بمدينة العريش ومعبر رفح البرية كما يواصل المعبر فتح أبوابه أمام استقبال الجرح والمصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية المزيد حول حركة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البرية يطلان عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل أهلا بكم وبكل أسادة المشاهدي لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية المبذولة في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء داخل قطاع غزة كما تحدثنا أنه في هذه الأيام تحديدا الجهود المصرية مضاعفة في تجهيز هذه المساعدات ولعل النقطة التي نتواجد بها الآن هي خير دليل عن هذه الجهود المضاعفة من قبل السلطات المصرية هذه ساحة جديدة ونقطة جديدة في مدينة العريش انضم إليها أسطول ضخم من شاحنات المساعدات الإنسانية المختلفة والمواد الإغاثية هذه الساحة لم يكن بها شاحنات خلال الفترة الماضية ولكن نظرا لكثرة الشاحنات وإرسال القوافل الإنسانية المختلفة وتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الدعم للأشقاء الفلسطينيين جاءت هذه الشاحنات ومن كثرة المناطق والساحات التي تمتلئ بها هذه الشاحنات انضم هذه الشاحنات إلى هذه النقطة تحديدا إذن مجهودات مصرية كبيرة تتم في مدينة العريش ومعبر رفح البر الذي لا زال يفتح أبوابه حتى في أيام الإجازات الرسمية اليوم معبر رفح يعمل بشكل كامل يستقبل الجرحة والمصابين ويدخل من خلاله أيضا شاحنات الوقود فإذن مجهودات مصرية مستمرة تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة هذه هي الصورة والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى أكدت وكالة فيتش للتصنيف الاعتماني أن القصف المباشر المتبادل بين إيران وإسرائيل يسهم في رفع مخاطر تصعيد الصراع الأقليمي خارج قطاع غزة وأوضحت فيتش أن الاحتواء السريع للقصف المتبادل سيقلص احتمالات حدوث تداعيات كبيرة على إسرائيل والدول الأخرى في المنطقة والأسواق العالمية لافتتا إلى أن استمرار الحرب في غزة إلى ما بعد النصف الأول من عام 2024 والتساعى عن نطاقها قد يثير أوضاعا غير مواتية لنمو الاقتصادي وصعوبات في ضبط أوضاع المالية العامة باقتصادات الشرق الأوسط شن الطيران الحربي الإسرائيلي وسلسلة غارات على بلدات في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن أطراف بلدات شبعة وكفرشوبة وحل تتعرضت لأكثر من 150 قذيفة إسرائيلية وأسبق ذلك سلسلة غارات للطيران الإسرائيلي أصفرت عن تدمير منزل في شبعة ومنزلين في كفرشوبة وأضرار في أكثر من 35 منزل كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط منطقة باب الثانية في بلدة الخيام واستهدفت بلدة يارون بالقذائف الفسفورية والقنابل المضيئة ما أصفر عن اندلاع حريق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من منطقة تسيطر عليها قوات الحوت في اليمن على خليج عدن وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى عدم ورود تقارير من السفن الأمريكية أو السفن التحالف أو السفن التجارية عن قاع إصابات أو أضرار مضيفة أنها اشتبكت في عملية منفاصلة مع زورق مسير وطائرة مسيرة ودمرتهم في منطقة تسيطر عليها قوات الحوت أعلنت البحرية البريطانية إسقاط صاروخ أطلقته قوات الحوث باتجاه سفينة تجارية هذا وقد أعلنت قوات الحوث استهداف السفينة داروين في خليج عدن التوتر في البحر الأحمر وخليج عدن يتصاعد حيث أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن البحرية الملكية البريطانية أسقطت صاروخا أطلقته قوات الحوث في اليمن باتجاه سفينة تجارية في خليج عدن وقالت الوزارة إن سفينة الحربية دايموند التي تجوب مياه البحر الأحمر وخليج عدن في الوقت الراهن لضمان حرية الملاحة استخدمت صاروخا من طراز سي فايبر لإسقاط الصاروخ يأتي ذلك بينما أعلنت قوات الحوث استهداف السفينة داروين التابعة لشركة MSC في خليج عدن تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة وكانت السفينة داروين السادس التي ترفع علم ليبيريا في منطقة الهجوم مبحرة بين ميناء عدن وجيبوتي ومنذ نوفمبر هاجم الحوثيون أكثر من أربعين سفينة واحتجزوا إحداها وأغرقوا أخرى وفي وقت سابق قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن قبطان السفينة أبلغ عن سماع ذوي قوي ورؤية ارتطام بالماء وتصاعد للدخان من البحر على بعد نحو 15 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من ميناء عدن اليمني وهدأت حدة الهجمات في الأسابيع الخليلة الماضية مع شن غارات جوية بقيادة الولايات المتحدة والانخفاض الحاد في عدد السفن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر وخليج عدن وتشن قوات الحوثي التي تسيطر على جزء كبير من ساحل اليمن المطل على البحر الأحمر عشرات الهجمات بصواريخ ومسيارات ضد سفن تجارية منذ أشهر تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة حيث تشن إسرائيل حرباً ضد حركة حماس وأعلن الحوثيون في البداية استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل لكنهم وسعوا أهدافهم لتشمل السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا بعد ضربات نفذتها الدولتان ضد مواقعهم في اليمن وأدت هجمات قوات الحوثي إلى زيادة تكاليف التأمين على السفن التي تعبر البحر الأحمر ودفعت العديد من شركات الشحن إلى تفضيل الممر الأطول بكثير حول الطرف الجنوبي للقارة الأفريقية وشكلت واشنطن تحالفاً متعدد الجنسيات في ديسمبر لحماية حركة الملاحة البحرية دون النجاح في وقف الهجمات أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن قوات حلف النيتو المتمركزة بالقرب من الحدود الروسية خلقت تهديدات إضافية للأمن العسكرية وقال شويجو خلال اجتماعين لوزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي لتعاون في العاصمة الكذاخية أستانا قال إن قوات الحلف اقتربت كثيراً من الحدود الروسية مضحاً أن إحدى المهام الرئيسية لمنظمة شنغهاي هي تشكيل هيكل أمنية على مستوى القارة في أوراسيا مع الحفاظ على الدور المركزي للأمم المتحدة حضر الرئيس الأوكراني فولادمير زلانسكي من خطر وقوع حادث نووي بسبب الوجود الروسي في محطة زابوريجيا وذلك في ذكرى مروري 38 عاماً على كارتة تشيرنابل ودع زلانسكي المجتمع الدولي إلى الضغط على روسيا حتى يتم إعادة محطة زابوريجيا إلى سيطرة أوكرانيا معتبراً أن هذه طريقة الوحيدة لتجنب كوارث جديدة مثل كارثة تشيرنابل أكد مسؤول أمريكي أن المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا ستساعد في تعزيز قوة كيب يأتي هذا فيما استبعد المسؤول الأمريكي أن تقوم أوكرانيا بشأن هجوم واسع نطاق على المدى القريب على الرغم من المساعدات العسكرية الجديدة المقدمة من الولايات المتحدة ودول أخرى لأوكرانيا إلا أنه من غير المرجح أن تشن القوات الأوكرانية هجوماً واسعاً ضد القوات الروسية على المدى القريب مسؤول أمريكي أكد أن المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا ستساعد كيب على استعادة المبادرة في الميدان لكن الأمر سيستغرق وقتاً قبل شن هجوم واسع على روسيا وفي وقت سابق أعلن البنتاجون إرسال مساعدات بقيمة مليار دولار تتضمن نظام دفاع جوي رئيسياً وذخائر مدفعية لدعم أوكرانيا في قتالها ضد القوات الروسية لكن المساعدة الجديدة التي هي جزء من حزمة أضخمة بقيمة 61 مليار دولار لم تأتي إلا بعد أشهر من الجدل السياسي في الكونجرس الأمريكي وعانت القوات الأوكرانية خلالها من نفاذ الذخيرة وانتكاسات عسكرية في ساحة المعركة في هذه الأثناء تبادلت القوات الروسية والأوكرانية شن الضربات ففي الأراضي التي تحتلها روسيا أفادت السلطات المعينة من قبل موسكو عن مقتل شخصين في هجوم بطائرة من دون طيار أوكرانية على منطقة زابورية كما قتل شخصان آخران في قصف مدفعي أوكراني طال منطقة خرسون وكلاهما يقعوا في جنوب أوكرانيا وفي روسيا أصابت طائرة مسيرة أوكرانية أربعة مدنيين كانوا في حافلة في قرية كوركوفيتشي الواقعة في منطقة بريانيسك إلى ذلك أدى هجوم روسي على محطة قطار في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا إلى إصابة عشرة أشخاص حسب ما أفاد حاكم المنطقة ولطرما كانت خاركيف التي تبعد نحو 30 كم عن الحدود الروسية والمناطق المحيطة بها هدفا للهجمات الروسية وزادت كثافة الهجمات في الأسبوع القليلة الماضية واستهدفت بنية تحتية مدنية وبنية تحتية للطاقة قال رئيس الصيني تشي جين بينج إن هناك العديد من المشكلات في العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة وخلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بكين شدد الرئيس الصيني على حاجة الدولتين للشراكة لا المواجهة من جانبها أكد بلينكن إمكانية طلاع الصين بدور بناء في الأزمات العالمية بما يتضمن إقناع إيران بعدم توسيع النطاق الصراع في منطقة الشرق الأوسط حذرت الصين من خطر تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بكين بهدف التخفيف من حدة الخلافات بين القوتين الاقتصاديتين الكبرين في العالم وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي لبيكين في مستهل جلستهما لفتتاحية أن عوامل سلبية في علاقات البلدين لا تزال تتزايد وتتراكم من جانبه أفد متحدث باسم الخارجية الأمريكية بأن بلينكن بحث مع نظير الصيني وانج الحاجة لتفادي المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط وفي شبه الجزيرة الكورية وأضف أن بلينكن أكد أنه لا غنى عن الدبلوماسية المباشرة وجها لوجه لتجنب سوء الفهم والحسابة الخاطئة على الأقل ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون شهد اختبار نظام جديد لإطلاق الصواريخ المتعددة عيار 240 ملي متر جاء ذلك بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الثانية والتسعين لتأسيس الجيش الشعبي الكوري وبهذه المناسبة زار الضعيم الكوري الشمالي أيضا جامعة كيم إلسونج العسكرية في بيونج يونج شهدت مراكز الانتخابات في الهند توافد الناخبين للتصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات حيث يسعى خلالها رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي للفوز بولاية ثالثة على التوالي ويحق لنحو مليار شخص التصويت في الانتخابات العامة التي تضم سبع مراحل بدأت في التاسع عشر من إبريل وتنتهي في الأول من يونيو هذا ومن المقرر فرز الأصوات في الرابع من يونيو تسببت الفيضانات في تنزانيا في مصرع مائة وخمسة وخمسين شخصا مع استمراره طول الأمطار الغزيرة في شرق أفريقيا وقال رئيس الوزراء التنزاني قاسم ماجاليو إن الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة على مدى أسابيع أصفرت عن مصرع أشخاص وتضرر أكثر من 200 ألف آخرين مشيرا إلى أن ظاهرة النينيو المناخية أدت إلى تفاقم موسم الأمطار الحالي مما تسبب في الفيضانات وتدمير الطرق والجسور والسكك الحديدية كشف تقرير قدمته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن واقع مأساوي يعيشه سكان أسيا حيث كانت القارة الأكثر تضررا من كوارث المناخ خلال العام الماضي وأكد التقرير أن الفيضانات والعواصف تسببت في فقدان العديد من الأرواح وخسائر اقتصادية فادحة في القارة آسيا هي القارة الأكثر تضررا من الكوارث المرتبطة بالمناخ خلال عام 2023 هكذا خلص التقرير الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والذي أظهرت بيانته أن الفيضانات والعواصف أودت بحياة عدد كبير من الأشخاص وتركت تأثيرات سلبية على اقتصادات دول القارة وفي التقرير أكدت المنظمة أن العام الماضي كان الأشد حرارة على الإطلاق بينما يتم تسجيله في آسيا بالإضافة إلى زيادة في الظروف المناخية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات والعواصف وأشر التقرير إلى أن تغير المناخ كان أحد الأسباب التي أدت إلى تكرار هذه الظواهر السلبية وتفاقمها مما أثر بشكل كبير على المجتمعات والاقتصادات وأيضا على حياة البشر والبيئة التقرير تطرق أيضا إلى تسارع مؤشرات تغير المناخ الرئيسية في القارة مثل ارتفاع درجة حرارة السطح وذوبان الأنهار الجليدية وارتفاع منصوب سطح البحر قاعدة البيانات الدولية للكوارث كشفت عن وقوع 79 كارثة في آسيا خلال عام 2023 أدت بحسب تقديرات متفاوتة إلى وفاة أكثر من ألف شخص وتضرر تسعة ملايين آخرين في أنحاء متفرقة من القارة أعلنت محافظة شمال سيناء عن طرح المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة والتي خصصت لأهالي المدينة يأتي ذلك بالتزامن مع الدكرة الثانية والأربعين لتحرير سيناء الأمس شهدوا حربا ومعارك ضد الإرهاب واليوم يجنون ثمار التنمية والتعمير والبناء إنهم أهالي رفح تلك المدينة التي شهدت الإعلان عن طرح المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة بشمال سيناء والتي خصصت لأهالي المدينة الإعلان عن هذه المرحلة جاء في مؤتمر صحفي عالمي أقامته المحافظة بالتزامن مع الدكرة الثانية والأربعين لتحرير سيناء في مشهد يؤكد على الطفرة التنموية التي حدثت في هذه المدن التي تبدل بها الحال وأصبحت أرض سلام وأمان وإعمار بنشكر السيد الرئيس وبنشكر الحكومة المصرية على ما تقدمه للمواطن السيناء المرحلة الأولى 272 عمار لها ثلاث أصباقية أصباقية عجلة 41 عمار ثم أصباقية أصباقية أولى 43 عمار ثم أصباقية الثالثة اللي هي باقي الشوء بتاعة 272 عمار النهاردة إحنا في العيد 42 لتحرير سيناء ودايما أهلينا في سيناء لهم نصيب من الافتتاحات العظيمة اللي بتواكب التنمية الشاملة لسيناء حيث أن الدولة من 2014 اهتمت بسيناء اهتمام غير مسبوك المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة تشمل 41 عمارة سكنية بإجمالي 656 وحدة على مساحة 120 مترا مربعا لكل وحدة سكنية وسيتم على الفور فتح باب التقديم وسط تسهيلات مقدمة في عملية السداد وتخفيض لقيمة الوحدة السكنية بنسبة 55% تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي الشقق السكنية معمولة على أحد الثراز أسوأ بمحافظة مصر العمارة عندنا معمولة على نظام جديد لأول مرة يتعامل فرمارة حصل هذا حاجة ممتازة جدا فخامة الرئيس عملها لأبناء الشيخ زويد ورفح ستخدم الشباب في الجواز المقبلين على الزواج نحن عندنا توسعات في الطرق يعني أفخم طرق زي الطرق اللي في مصر وفي أي حتى في العالم عندنا زيها هنا دلوقت سيناء اتحولت من الانكسار الانتصار ومن الحرب إلى التنمي ومن الإرهاب للتنمي حلم أصبح حقيقة بعد أن أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي في الأول من مارس عام 2018 إشارة البدء في إنشاء مدينة رفح الجديدة بمراحلها الثلاث لتضم أكثر من عشرة آلاف وحدة سكنية تكفل حياة كريمة لأبناء المدينة في إطار الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء نفذت أجهزة الدولة عددا من المشروعات في قطاع التضامن الاجتماعي بسيناء نستعرض أبرزها بالأرقام من خلال الإنفوغراف التالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السويس والكوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون والتعاون المستقبلي أيضا في المجالات محل الاهتمام المشترك وخلال اللقاء مع وزير التجارة والصنع والطاقة بكوريا الجنوبية جونج إنكيو أشرت هيئة قناة السويس إلى جهودها لإنجاح التعاون المرتقب مع كوريا الجنوبية لبناء وحدات بحرية معاونة صديقة للبيئة للعمل لصالح الهيئة علاوة على بناء محطة تموين بالغاز الطبيعي وتحويل بعض المعديات والوحدات البحرية تابعة للهيئة للعمل بالغاز الطبيعي من جانبها أعرب الوزير الكوري الجنوبي عن تطلع بلاده لدراسة أوجه التعاون المحتملة مع هيئة قناة السويس لما تمثله من أهمية استراتيجية كبرى للتجارة الخارجية والداخلية لبلاده وحركة صادراتها وواردتها وجه وزير التنمية المحلية شم أمنا المحافظات بتطبيق الموعد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة بكل قوة وحذم وتكثيف الحملات الرقبية المفاجئة يتدلك في إطار حرص وزارة التنمية المحلية واللجنة العلية للترخيص للمحال العامة على تنظيم موعد تشغيل المحال العامة بما يكفل حسن سير المنظومة لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية وأكد وزير التنمية المحلية أن قرار الموعد الصيفية يتضمن فتح المحال والمولات التجارية يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة الحدية عشر مساء صيفا على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل صيفا وتكون موعد فتح المطاعم والكافهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة الخامس صباحا وتغلق الساعة الواحدة صباحا صيفا مع استمرار خدمة التكوي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافهات على مدار 24 ساعة نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة تنموية في قرية المنشية بريف الإسكندرية تهدف القافلة إلى تنمية البراعم أخلاقيا وسلوكيا وتعليمهم كيفية التعامل مع ذويهم وأصدقائهم ورفع مستوى ذكائهم وتعديل سلوكهم يواصل قطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحرك بقوة داخل جميع ربوع الوطن حاملا معه الدعم والمساعدة للمواطنين من الفئات الأولى بالرعاية وفي هذا الإطار نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في قرية المنشية بريف الإسكندرية قافلة تنموية من خلال جمعية رسالة عندنا أنشطة مختلفة النهاردة عندنا براعم، عندنا مسنين، عندنا محوم أمية، عندنا أسقف الأنشطة بتاعتنا بتبقى مختلفة نحن أكلمكم عن براعم بما أننا تيمليدر براعم نحن في براعم نأخذ أطفال لمدة سنة كاملة نأهلهم سلوكيا وأخلاقيا نشتغل معهم بمنهج الزكاءات وتعديل السلوك بيبقى في فكرة عامة للسنة نعلمهم بقى استخدام الكمبيوتر والبرمجة تهدف القافلة إلى تنمية البراعم أخلاقيا وسلوكيا وتعليمهم كيفية التعامل مع ذويهم وأصدقائهم ورفع مستوى ذكائهم وتعديل سلوكهم إلى جانب نشاط الرياضي للحفاظ على صحتهم وذلك من خلال خطة موضوعة يتم تنفيذها على مدار العام كما تم زيارة المسنين في منازلهم تلبية لاحتياجاتهم ولإدخال البهجة والسرور عليهم عندنا النهاردة زيارة المسنين وعندنا توزيع أجهزة وعندنا كمان هنعلم أطفال ونعلم محو أمية لأهلين يعني كرة وكتابة الحمد لله احنا يمكن شغالين عم دار سنين كتيرة بيجينا ان شاء الله عدد كبير من المطوعين يعني يمكن نخش في ألاف من الطوعين القافلة ضمت أيضا ناشطا في مجال محو الأمية إضافة إلى توزيع أجهزة منزلية على أهالي المنطقة من محدود الدخل وذلك بعد عمل بحث حالة لهم هكذا يعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ركنا مهما في دعم جهود الدولة المصرية لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير متطلباتهم في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لتنمية الإنسان تحت مظلة تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أعلنت قوافل الشفاء الصحية تقديم خدماتها لنحو خمسة ألاف مواطن بمحافظة الإسكندرية وإتذلك في إطار المساعي المتواصلة للارتقاء بمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين بكل المحافظات قافلة شفاء الخير التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع بنك شفاء المصري ومجلس الوزراء وصلت إلى منطقة عبدالقادر بالعامرية بمحافظة الإسكندرية لتستكمل بها تقديم خدماتها الطبية لنحو خمسة ألاف مستفيد من أهالي الإسكندرية نحن النهاردة موجودين في محافظة الإسكندرية بقلنا أربعة أيام في المحافظة مستهدفين نكشف خمس ألاف حالة كان يومين في البطاش والنهاردة اليوم الثاني لنا في حي العامرية الإقبال جامد جداً على القافلة معنا تخصصات بطنة وجلدية وعزام وأطفال وأنف وزن وحنجرة ورمض العدد المستهدف بتاعنا النهاردة حوالي 1500 حالة وعلى مدار الثلاث يام اللي فاتوا كشفين على حوالي 3000 حالة كلنا محتاجوا من الحالة اللي هي بتقدم سورة بطاقة وعلى رقم تليفون وكل الخدمة الطبية المقدمة من بنك الشفاء مجان القافلة بتستهدف حوالي 5000 مواطن بالكشف الطب الطبي كله جميع التخصصات بالمجان في ممطقة عبدالقادر المبادرة موجودة مجاناً أي خدمة التحويل مجاناً الناس بتطمن على نفسها مريض الضغط السكر الأمراض المزمنة بيتطمن على نفسه بشكل روتيني المكان قريب في مكان قريب منه مش مضطر يروح بعيد أنا جيت أكشف على عناية والله عندي أنا تعباني وكتبولي بها مجاني كل وكل حاجة مجاني الحمد لله هي حاجة كويسة من الدولة بتقدمها ومشكورين على جهودها نحس بالناس اللي هي ما تقدرش تتوصل في الكشفات بره الغالية قافلة شفاء الخير هي واحدة من الجهود المتنوعة والمستمرة التي يقدمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للفئات الأولى بالرعاية في كل محافظات مصر قامت مؤسسة حياة كريمة بتوزيع أجهزة كهربائية وتروسيكلات وأجهزة عرائس على الأسر الأولى بالرعاية بالغربية يأتي ذلك في إطار دور المؤسسة في توفير الرعاية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الغربية حفلا لتقديم مساعدات إنسانية وتمكين اقتصادي وأجهزة عرائس للأسر الأولى بالرعاية الفعالية بتاعت النهاردة دي استكمال لفعالية تانية كانت يوم 27 رمضان كان برضو فيها جزء من توزيع تروسيكلات وتجهيز عرائس وكراسة متحركة لزول الاحتياجات الخاصة النهاردة برضو بنستكمل الفعالية وبنوزع جزء من التروسيكلات برضو استكمالا و12 جهاز عروسة و12 كرسي متحرك بالتزامن مع احتفالات الدولة بتحرير سينة احنا كمان كمؤسس حياة كريمة حبينا نحتفل بطريقتنا الخاصة عرائس بنقدم لهم الغسالة والتلاجة والبتجاز عندنا النهاردة حالات تمكين اقتصادي بنبدأ نفتح باب رزق جديد لأهالينا الأولى بالرعاية مش بس كده احنا كمان عندنا إخوتنا أو أهالينا زول الاحتياجات الخاصة بنقدم لهم كراسي متحركة مساعدات إنسانية للأسر الأولى بالرعاية برضه هنقدر نقول يعني إيه الأولى بالرعاية اللي هم المستحقين الأكثر احتياجا طبعا ده بيتم عن طريق المتطوعين بتوعنا بينزلهم يعملوا بحث ميداني للحالة يتأكدوا إذا كانت هي فعلا محتاجة للمساعدات دي أو لأ بتضمن بحث من الشؤون الاجتماعية بيبقى فيه بحث عام إذا كانت الأسرة دي محتاجة فعلا أو لا حفل مؤسسة حياة كريمة تضمن أيضا فقرات فنية وغنائية لرسم البهجة وإدخال الصرور على الحضور من الأسر الأولى بالرعاية تجهز العرايس طبعا احنا بنحاول ان احنا نرسم البهجة لأهلينا وإخواتنا برضو اللي هم مقبلين على الزواج في ظل برضو ظروف الاقتصادية اللي بتمر بيها برضو الشباب والعرايس احساسي ان انا ادخل فرحة على وجوه الناس وعلى أخواتنا وأهلينا وان احنا نجبر بخاطرهم ده بيبقى شعور كويس جدا وجميل بيخلي الواحد مرتاح ان هو مثلا خلى شخص موجود كان محتاج حاجة وفرح والحاجة دي جات له فده شعور جميل جدا وإحنا كم متطوعين حياة كريمة كلنا بنسعى ان احنا نوصل للهدف ده دعم مؤسسة حياة كريمة للمستحقين بمحافظة الغربية يأتي في إطار حرصها على توفير حياة كريمة للمواطن ودعم الفئات الأولى بالرعاية في كل ربوع مصر شهدت قرية الكشفة تابعة لمركز الزرقى بدومياط تنظيم قافلة طبية شاملة وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين شاملة القافلة توقيع الكشف الطبيع على المواطنين من خلال 11 عيادة خصصية بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاق بالمستشفيات وازدار قرارات على نفقة الدولة وإجراء تحالي المعملية وأشاعة عادية وسونار كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاق بالمجان بها أكثر من 160 نوعا من الأدوية النهاردة في القافلة معنا 11 عيادة خصصية كل عيادة بيكون فيها الطبيب الموجود طبيب أقصائي والشاري بالإضافة إلى فريق طبيع على أعلى مستوى من التمريد والسيادلة والإداريين والفنيين كلهم هدفهم أن يقدموا خدمة متميزة للمريض معنا تخصوط طبيعة مختلفة زي البطن الأطفال العزام الرمض الجلدية الأنف والأزن النساء تنظيم الأسرة كل الخدمات مجانية جيت أنا النهاردة كشفت أنف وزن وحنجرة الحمد لله اتلقيت المعاملة أحسن معاملة والطاقم الطبي بيعامل المرضى أحسن معاملة والكشف بالمجان ودخلنا الصيدلية أخذنا العلاج بالمجان اختتمت كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية مؤتمرها العلمي الدولي بعنوان لابتكار في صناعة السياحة في ظل التغيرات العالمية المعاصرة بمدينة العالمين الجديدة ناقش المؤتمر محاورة رئيسية مثل الذكاء الاصطناعي في قطع السياحة وريادة الأعمال ودور الجامعات في تطوير آليات الترويج والتسويق في المدن الجديدة مع تركيز على أهمية السياحة المستدامة في التنمية مما يعزز التوجه نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر في مصر في توجه الدولة المصرية نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر جاء قتام فعليات المؤتمر العلمي الدولي الذي نظمته كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية بعنوان الابتكار في صناعة السياحة في ظل التغيرات العالمية المعاصرة بمدينة العالمين الجديدة في المجال السياحي محتاجين الإنوفيشن والابتكار في ظل التحديات الرهينة الموجودة الحمد لله كان فيه تنوع في الأبحاث كلها بتتمحور حول الإنوفيشن سواء في مجال التخطيط والتنمية أو في مجال التسويق أو في مجال الترويج واستخدامات التقنيات الحديثة في المجال السياحي اللي نقدر بيها أن نحن نواكب العصر اللي موجود حالياً دلوقتي حاولنا من خلال المحاور المختلفة أن نحن نغطي كل الكطاعات كطاع السياحة وكطاع الضيافة وكطاع الإرشات أو التراث وفيه مجموعة كبيرة من الأبحاث اشتركت معنا كانت تحت المحاور المختلفة فكان فيه حاجات خاصة بالتكنولوجي والأي آي وحاجات خاصة بالتسويق والاتجاهات الحديثة في التسويق وحاجات خاصة بمدينة العالمين على مدار يومين ناقش المؤتمر عدة محاول رئيسية من بينها الذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة والاتجاهات الحديثة في إدارة موارد السياحة والضيافة بمشاركة مجموعة من الخبراء والأساتذة المتخصصين في قطاعات السياحة المختلفة شركتنا نحن نهارده كالهيئة المصرية العامة لوزارة السياحة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ووزارة السياحة كانت علشان نبين رؤية الهيئة عندنا للتجديد في قطاع السياحة التجديد في التسويق وفي المحتوى التسويقي وازاي انه فيه تجديد حتى في الرؤية الاقليم السكندرية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الكمبينز اللي بتتعمل طول الوقت واللي كانت الاساس فيها او الرسالة الاساسية او الصور الاساسية هي مدينة العالمين الجديدة تأتي اهمية المؤتمر في طرح مستقبل صناعة السياحة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية الحديثة ودور الجامعات في تطوير عاليات الترويج والتسويق بالمدن الجديدة مثل العالمين والجلالة ونشر الوعي باهمية السياحة المستدامة في التنمية تحققت زيادة ملحوظة في توريد القمح هذا العام في محافظة سهاج بفضل اجراءات تحفيزية من الحكومة ما ادى الى استقبال اكثر من 4585 طن من المزارعين بسلسة تبلغ مساحة القمح المنزرعة 211.862 فدانا ومن المتوقع انتاج 350 ألف طن هذا الموسم وقد تم تجيز 18 موقعا تغزينيا بساعة 142 ألف طن لضمان تغزين الانتاج بكفاءة توريد الاقماح المحلية لهذا العام وفقا للقواعد المعمول بها للحفاظ على الغلالة جهود تقوم بها الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية ففي محافظة سوهاج استقبلت شوان وصوامع المحافظة 4585 طن و242 كيلو من الاقماح تم توريدها من المزارعين وسط انتظام سير عملية التوريد دون معوقات نحن النهاردة في صومة الصواج وندخل بالنورد الغلة وندخل بعربياتنا نوقف بنظامنا عند العينة ويطلعوا السادسة العينة بيأخذ العينة ونحن قاعدين عند عربياتنا كل واحد مسؤول بعربياتنا ويقول حد عندنا يأخذ العينة يدخل ويفرزوها ونأخذ الدرجة بتاعتنا ونروح دخلين على الميزان من الميزان ندخل على الوفر نعتق كل عربية واكفور التاني على طول بالدور عندنا هنا في العينة مستسلين جدا جدا معنا والتفريغ تمام والميزان ميامية والشيك خلال 48 ساعة والسنة دي المحصول جائب الفدان ممكن يجيب 22 ارداب وهنا المسؤولين مخلين بالهم جدا جدا ومحدش عقصر من الموظفين وبالمقارنة بالأعوام السابقة شهدت نسب التوريد هذا العام زيادة ملحوظة وذلك في ضوء الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الدولة برفع أسعار توريد الأقماح لهذا العام مع سرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين عقب الانتهاء من التوريد بـ 48 ساعة صراحة للموسم السناد إن شاء الله مبشر جدا ويختلف عن الأعوام السابقة يمكن السناد الحمد لله من أول يوم في بداية الموسم التوريد الحمد لله كميات كبيرة جدا كميات كويسة وده يمكن يرجع لأكتر من سبب يعني أولاً طبعاً السعر السعر صراحة السنادي الدولة الحمد لله يعني حاطة سعر يفوق الأسعار العالمية يمكن الطن المستورد بحوالي 260 دولار يعني 12500 في حين أن الطن المحلي بـ 13333 الحمد لله رب العالمين وبفضل من الله أن جميع الأقماح اللي جاية السنادي قمح موسم 20-24 أقماح جديدة في إقبال كبير لدى المزرعين للتوريد لدى المواقع التخزينية وإحنا كشركة عملنا جميع الاستعداد فعتنا على جميع المواقع التخزينية للشركة من طماء لأسوان بتجهيز جميع الصوامع والشوان والبناكر وتجهيز جميع أدوات المستخدمة في عمليات التخزين للمحافظة على الإنتاج واستلام أكبر كميات من الأقماح لدى الشركة مساحة القمح المنزلع هذا العام بسهاج بلغت 211 862 فدانا موزعة على مراكز المحافظة المختلفة ومن المتوقع إنتاج 350 ألف طن أقماح خلال الموسم الحالي وقد تم تجهيز 18 موقعا تخزينيا ما بين صوامع وشوان تتسع لمائة واثنين وأربعين طن من القمح شهدت محافظة بورسعيد حصاد محصول القمح بمنطقة شمال سهل الحسينية جنوب المحافظة حيث تصل مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح هذا العام في بورسعيد 13 161 فدان حالة من الفرح سادت بين غال منطقة سهل الحسينية جنوبي محافظة بورسعيد خلال حصاد محصول القمح وزيادة الإنتاجية للفدان خلال هذا العام بنبدأ بنصلح في الأرض والحصاد وراكهم مباشر قدامكم وإحنا كل حاجة متاحة والإمكانيات متاحة الحمد لله والخير كتير الحمد لله والأرض بدأت تجيب يعني مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح هذا العام في بورسعيد بلغت 13 161 فدانا منهم 5747 فدانا بمنطقة سهل الطينا و7414 بجنوب بورسعيد وعليه زادت المساحة المنزرعة بالقمح في المحافظة عن العامين الماضيين بنحو ألفي فدان وتقوم المحافظة عبر لجان مكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح مع وجود منذوبين من مديرية الزراعة ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء لاستلام الأقماح الموردة للمطاحن فرحة من المواطنين ومن أهل المكان بالنسبة للحصاد الأمح ويسمى الدعب الأصفر نحن مبسطين من بساط جامد بالحضور القيادات الشعبية والتنفذة للمحافظة وهكذا تقوم الدولة بتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على حصاد وتوريد القمح في مختلف محافظات الجمهورية لتذليل أي عقبات وضمان سهولة توريد المحصول من الذهب الأصفر اختتمت فعاليات مهرجان الصوان الدولي لأفلام المرأة في دورته تامنة بحضور عدد كبير من الجماهير وتم توزيع الجوائز للأعمال الفائزة الخاصة للأفلام الطويلة والقصيرة ولمسابقة الفيلم المصري وجائزة لتحد الأوروبي لأفضل فيلم أورو متوسطي وأفلام ذات أثر وأخيرا جائزة أفلام الورش ويت المهرجان تحت رعاية وزارتي الثقافة والسياحة والمجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان وهيئة تنشيط السياحة وعدد من الجهات المختلفة وبمشاركة 76 فيلما ضمن مختلف برامج المهرجان من أكثر من دولة حول العالم واخترت إدارة المهرجان دولة تونس كضيفة شرف المهرجان وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للسينما والصورة في تونس وصلنا إلى ختم النشر هذه عنوين الأكبر تواصل العدوان الإسرائيلي اليوم الثالث بعد المائتين والجامعة الأمريكية تنطفد نصرة للفلسطينيين الجيش الأمريكي يعلن تدمير زورق ومسيارة بمنطقة تسيطر عليها قوات الحوت عقب استهداف الأخيرة للسفينة داروين بكين تحذر واشنطن من تدهر العلاقات وبلينكين يبحث مع نظيره الصيني سبل تفادي التصعيد في الشرق الأوسط ختم نشرة الثالثة دمتم في رعاية الله إلى اللقاء